الأمر الذي سأوقعه الآن يتعلق بمسألتين أولاً إجراء مراجعة لمدة مائة يوم لأربعة منتجات حيوية وهي أشباه المواصلات والمواد المعدنية الأساسية والنادرة مثل تلك التي تستعمل في العديد من الصناعات من الحديد الصلب إلى الطائرات والمواد الدوائية الأساسية والبطاريات المتطورة مثل تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية هناك تأييد قوي من الحزبين للمراجعة الدقيقة والسريعة لهذه الصناعات الأربعة لأنها تساهم في حماية وتعزيز الأمن القوم الأمريكي ثانياً هذا الأمر سيطلق مراجعة طويلة الأجل لقواعد التصنيع الخاصة بستة قطاعات تتخلل اقتصادنا كله خلال العام القادم هذه المراجعات ستحدد التوصيات بالسياسات لكل خطوة من الخطوات التي تقطعها 45 من سلاسل التوريد وسنعمل خلال تطبيق هذه السياسات على الاستفادة من كافة المواهب الأمريكية في جميع المجالات سلاسل الإمدادات والتوزيع جبهة أخرى تحارب فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن آثار جائحة كورونا وبأمر تنفيذي وجه بايدن فريقه لتحديد المنتجات الأكثر عرضة لنقص محتمل لا سيما تلك التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين لقد أثرت السنة الماضية أننا معرضون للنقص في بعض سلاسل الإمدادات كالمعدات الطبية الوقائية التي كنا في أمس الحاجة لها واضطررنا للحصول عليها من الخارج استراتيجياتنا الحالية تركز على هذه الرقائق الإلكترونية الصغيرة المستخدمة للسيارات ولأن خطة بايدن لتأمين تدفق المنتجات الحيوية لحياة الأمريكيين اليومية تحتاج لأكثر من قرار رئاسي بحث الرئيس الأمريكي خياراته التشريعية مع مشارعين أمريكيين من الحزبين في البيت الأبيض التركيز انصب على معالجة التحديات التي أبرزتها جائحة كورونا في سلسل إمدادات معدات طبية ومعادن مكونات الشاشات وبطاريات السيارة الكهربائية إلى جانب الرقائق الإلكترونية التي أدى شحها في بداية الأزمة إلى تباطئ في صناعة السيارة الأمريكية خلق سلسلة إمدادات أكثر مرونة تمثل فرصة لبلادنا لخلق وظائف بأجور أفضل ولذلك تأتي خطوة الرئيس بايدن اليوم لتعزيز التزامه الشامل بإعادة بناء اقتصاد أفضل مراجعة سلاسل الإمدادات التي طلبها بايدن تستمر لمئة يوم وتطال ستة قطاعات حيوية وهي الدفاع والتكنولوجيا الاستهلاكية والمواد الغذائية والمعدات الطبية ووسائل النقل يقول المسؤولون في البيت الأبيض إن الجائحة أظهرت إخفاقات جدية تستدعي وضع خطط محكمة لاستباق حالات طوارئ أو محاولات دول منافسة استغلال هذه المنتجات للضغط على الولايات المتحدة هيشان بورار الحرة البيت الأبيض شكرا